اشتركوا في القناة ومؤكداً الحرص على تطويرها وكذا مواصلة مصر بذل مسعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان كما رحب سيد الرئيس بالخطوة الهمة التي حققتها مؤخراً الأطراف في جنوب السودان بأعلان رئيس سلفاكير وزعيم المعرضة رياك ما شار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام مشيراً سيادته إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام من جانبه نقل السيد إيجا تحيات الرئيس سلفاكير إلى السيد الرئيس معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومسمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون السنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة القادمة فضلاً عن تبادل يوجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة